موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار أهلا بكم استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون الأربعاء في غارة صهيونية على لبنان وأفادت وكالة رويترز نقلن عن مصدر وصفته بالمسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الشهداء سقطوا في غارة صهيونية على لبنان ليلة الأربعاء بالقرب من الحدود مع سوريا اقتحم عشرات المستوطنين الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في بحاته وأدوا طقوسا تلمدية في المنطقة الشرقية منه هذا وتفرض قوة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلد القديمة بالاعتداء على المقدسيين وعرقلة تنقلاتهم في خبر آخر أعرب الممثل والخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باطيلي عن استيائه من استمرار انتشار السلاح وانقسام مؤسسات الدولة والتدخلات الخارجية في البلاد باطيلي وفي سلسلة من التغريدات نشرها في ختام مشاورات مع مختلف المكونات الليبية شدد على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسنينية في معالجة القضايا الخلافية مع توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة قبل أشهر معدودات من انتخابات الرئاسية الليبية مرتقبة استياء أممي معلن من حالة التهميش وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باطيلي سجل حالة استياء من انقسام مؤسسات الدولة وتواصل التدخلات الخارجية كما كان الشأن في مناطق أخرى من ليبيا شعرت من خلال مداخلات الحاضرين بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء وانتشار السلاح وانقسام مؤسسات الدولة ومن التدخلات الخارجية كما لمست الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة وشفافة استياء رافقه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوة كل الأطراف إلى معالجة القضايا الخلافية لإعادة ليبيا إلى مكانتها إقليميا ودوليا شددت على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي من أجل استعادة قرارهم الوطني وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا باتيلي حذر أيضا من تبعات الانقسامات الراهنة على أمن ووحدة ليبيا ومستقبل أبنائها التقيت في مقر بلدية الزنتان باللواء أسامة الجويل ونقشت مع آخر المستجدات على الساحة الليبية شددت على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح خلاص ليبيا من أزمتها المستعصية مرهون برأي متابعين بإظهار سياسيها وعسكريها حسا وطنيا يتجسد في خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات وإنجاح المصالحة وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية دعا الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون الحجاج الجزائريين الميامين إلى تمثيل بلادهم بأحسن صورة كسفراء لوطنهم الرئيس الجزائري وفي تغريدة على حسابه بتويتر تمنى للحجاج الجزائريين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعود ميمونة سالمة هذا ومن المرتقب أن تنطلق ليلة الأربعاء والرحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة لموسم حج هذا العام أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن قناعته أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقال أنه يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والإزدهار عطاف وفي كلمة ألقاها خلال حفل استقبال يندرج في سياق النشاطات الهادفة للترويج وحجد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة من 2024 إلى 2025 ذكر بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع موضحا أن الرؤية الجزائرية تنعكس أيضا عبر الأولويات التي ستعمل على تحقيقها في مجلس الأمن والمتمثلة في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشركات ودعم دور المنظمات الإقليمية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإذفاء زاخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار هذه الرؤية منصوص عليها في الشعار الذي اخترناه لهذه العهدة وهو معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع هذه الرؤية تنعكس أيضا عبر الأولويات التي ستعمل بلادنا على تحقيقها في مجلس الأمن وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات توطيد الشاركات ودعم دور المنظمات الإقليمية تعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم وإطفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب هذا وكان قد حل وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف الثلاثاء بنيويورك بمقر منظمة الأمم المتحدة في زيارة عمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يوم السادس جوان الداخل من قبل الجمعية العامة وبحسب ما أورده بيان للخارجي الجزائرية فإن الجزائر ستشارك في هذه الانتخابات مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025 يأتي هذا في وقت سبق وأنحظي ترشيح الجزائر بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودعم العديد من الدول إلى ذلك أضافت الخارجية الجزائرية أنه من المرتقب أن يعقد الوزير عطاف لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب الأمين العام وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية لقاءات يستهدف منها استعراض الأهداف والأولويات التي تسعى الجزائر لتحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن وحجد المزيد من الدعم تحسبا لاستحقاق السادس من جوان وكذلك التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد الهام أشاد الوزير البريطاني المكلف بالهجرة روبرت جينريك بجهود الجزائر الاستثنائية وخبرتها المكتسبة في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بيان عن وزارة الداخلية الجزائرية نقل عن الوزير البريطاني رغبة بلاده في دعم وتعزيز التنسيق الأمني سيما بالنظر للتحديات المشتركة التي تواجه البلدين البيان صدر في ختام استقبال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد للوزير البريطاني المكلف بالهجرة في إطار زيارة رسمية له بالجزائر حيث شكل اللقاء فرصة لمراد للتذكير بالمقاربة الجزائرية التي تعتمد فضلا على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية على البعد التنموي سيما على مستوى المناطق الحدودية بالتنسيق مع دول الجوار مذكرا بقرار الرئيس الجزائري الأخير بتخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية أحبط الجيش والجزائري محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشرين إلى التلاتين مايل جاري بيان عن وزارة الدفاع الجزائري أوضح أن مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية أحبطت محاولة إدخال أربع قنطير وستين كيلو جرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط أكثر من 181 وحدة من الأقراص المهلوسة بعد أوقات عصيبة عاشوها إثر الفيضانات التي ضربت عدة مناطق بولاية تيفازا شمالية الجزائر عمت أجواء الفرحة مدينة تخميستي إحدى أكبر البلديات المتضررة من التقلبات الجوية بعد استفادة العائلات المنكوبة فيها من سكنات جديدة ترتسم الفرحة على وجوه أفراد عائلته دور القاطنة بمدينة تخميستي في تيفازا شمالية الجزائر فرحة بددت قتامة فقدهم منزلهم وأغراضهم إثر الفيضانات الجارفة التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي الحمد لله يا ربي تضررنا كنا المتضررين رح تدار رح تطانون بيلا رح كن مش شفنا كما غالك شفنا الويل والحمد لله يا ربي حرح لنا طعونا لطعم تقعدنا فيهم الجمالية الخيرية كثر خيرهم نتهاوا بينا أكلوا شربوا فراش وقع والحمد لله مام الرئيس هذي كتاعة 48 ساعة كانت في جو فاترة كما غالك صغيرة والحمد لله يا ربي طمنا دياننا والحمد لله وضع سرعان ما تماهت معه السلطات الرسمية بقرارات تبنها مجلس الوزراء الجزائري عبر تنفيذ برنامج استعجالي يتضمن التكفل بالمنكوبين وإعادة إسكانهم في وقت قياسي اليوم نعطي الانطلاق لإعادة إسكان 122 عائلة على مستوى خمس بلديات متضررة من فيضانات الأخيرة على كل حال العملية تجري في ظروف حسنة تطبيقا لتعليمات التي أسندت لنا وتصريحة سيد وزير الداخلية وجماعات المحلية في زيارته يوم الأمس العائلات تسكن في ظروف حسنة في نفس الوقت على كل حال فيه إجراءات خاصة بإعطاءهم بعض اللوازم باش قدوا يدخلوا في ظروف حسنة السيدة مكسر هي الأخرى لم تخفي امتنانها لما تم بذله من جهود حثيثة لاحتواء الكارثة والتكفل بضحاياها نفرحون اليوم بالسكنة بعدما تطبق القرارة على رئيس الجمهورية بعد 48 ساعة عشنا كوشمار في وات خميستة يربي عالم به ورئيس البلدية نشكره ورئيس داريا الدائرة نشكره لوقفه معنا وسلكونا من وسط الواد ورئيس الجمهورية نشكره بزيف لتطبق القرار التيعه تعلوا أجواء البهجة على محياة هؤلاء علمواهم الجديد ينصيهم ما عاشوه من وقت عصيب في أخبارنا الأخرى دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة وأثار نبيل عمار الذي يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا أثار أزمة الهجرة غير الشرعية في المتوسط مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بيان عن الخارجية التونسية أكد أن عمار ذكر في هذا السياق بمبادرة الرئيس التونسي لتنظيم قمة تجمع دول ظفتي المتوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها نحن ديما نعاود ونكرر الحل المتوسط المدى وطويل المدى ما هوش في أكثر مديات لتونس بيش تحرص البحر الأبيض المتوسط مش هذا الحل هذك علاش يلزم أن نعالجوا الموضوع هذا بمشاركة كل الأطراف المعنية وكل بلدان المعنية بيش نلقوا الحلول المناسبة علق الجيش والسوداني الأربعاء مشاركته في مفاوضات مع قوات الدعم السريع الجارية في جدة السعودية بعد اتهامها بخرق الهدنة المزمع انتهاؤها السبت والهجوم عليه بعدد من المناطق يتي هذا في وقت تجددت فيه الاشتباكات في عدة مناطق بالخرطوم مع تحليق للطيران الحربي وسماع دوي انفجارت رغم التمديد لهدنة جديدة أعلن عنها طرف الصراع في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يبدو أن معالم السلام لا تجد طريقها على الأرض مفاوضات جدة بين طرفي الأزمة تعتريها صعوبات تتضاعف كل لحظة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهاني يعلن تعليق مشاركته في أي مصار لها ووفقا لبيان الجيش السوداني فإن اتخاذ هذا القرار أضحى حتمية إثر عدم تنفيذ قوات الدعم السريع البند الخاص بانسحابها من المستشفيات ومنازل المدنيين إلى جانب الخرق المستمر للهدن المتتالية سريعا الدعم السريع يتهم من جهته الجيش بمحاولة إفشال المفاوضات المنطلقة منذ أسابيع وعرقلت أي مسعى للاستقرار عبر الاستمرار في خرق الهدنة الإنسانية وفق تعبيره مقابل تعليقه مشاركته في المفاوضات ومواصلة الهجوم بالطيران والمدافع الثاقلة وتحريك القوات من الولايات إلى الخرطوم وعلى الأرض لا تتوقف المعارك فلا شيء يوحي بالهدنة الجديدة المعلنة والتي دخلت يومها الثاني عدة نقاط في العاصمة الخرطوم وأم درمان كانت مصرحا للاشتباكات في وقت تتضاعف فيه متاعب المدنيين الصحية مشيت مسافة طويلة لأجد مستشفى ودواء وعني من أمراضي الجهاز التنفسي تم نقل إلى المستشفى هنا بالحصاحصة يساعدني على طباح حيث أحضر أسيرة إضافية حتى يتمكن المرضى من البقاء هنا بغض النظر عن الضغط الكبير على المستشفى ونقص المعدات هناك تحدي آخر يتمثل في انقطاع الطيار الكهربائي لدينا ثلاثة موالدات لكن المستشفى بحاجة إلى موالدات أكبر خاصة لقسم غسيل الكلا والجراحة الموارد محدودة والظروف صعبة وفيما تدخل هدن جديدة وتنتهي أخرى لا بوادر سلام حقيقية تتجسد ميدانيا في بلد أنهكته الإنقسامات والأزمات وهي الحال التي تشهد عليها المنظمات الإنسانية وتوثق لحظاتها ومن ذلك ما كشفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة حين قالت إن الصراع الدائر في السودان تسبب في زيادة حاجة أكثر من 14 مليون طفل لمساعدات إنسانية مستعجلة أسفر قصف ليلي استهدف مزرعة دواجن في منطقة لوغانسك عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين واتهمت السلطات الروسية الجيش الأوكراني بتنفيذ العملية وحسب معلومات أولية لمركز المراقبة الروسي للوضع الأمني في منطقة لوغانسك فقد تم تنفيذ القصف بأنظمة هيمارس التي تقدمها الولايات المتحدة لكيف أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أن قمر الاستطلاع العسكري الذي أطلقته إلى الفضاء تحطم في البحر وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن بيونج يونج أطلقت صاروخا فضائيا الأربعاء فيما أشارت سيول إلى أن الصاروخ اختفى سريعا من شاشات الرادار أدان البيت الأبيض بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا قالت إنه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار محذرا من أن هذه الخطوة تزيد من التوترات وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدم هوج إن الصاروخ الذي أطلقته بيونج يونج في عملية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها وأضاف المتحدث ذاته أن إطلاق هذا الصاروخ الفضائي المزعوم يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوريا الشمالي للصواريخ الباليستية العابرة للقارة نددت الحكومة الصينية الأربعاء بما أسمته الاستفزاز الأمريكي بعد حادثة بين طائرة صينية مقاتلة وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي ويظهر مقطع فيديو نشره سلاح الجو الأمريكي مقاتلة صينية تقوم بما وصفته القيادة الأمريكية بأنها مناورة عدوانية غير ضرورية وحلقت مقاتلة صينية بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي ما أجبر الطائرة الأمريكية على اجتياز موجة مضطربة هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري يتعين على الولايات المتاخدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور قال الكريملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيعقدان اجتماعا قريبا الكريملين كشف أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع فيما كان الرئيس الروسي بوتين قد هنأ في وقت سابق أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد وتحاول أنقرة تحقيق توازن ديبلوماسي مع موسكو خاصة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تعارض العقوبات الغربية على روسيا مع الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جارتيها في منطقة البحر الأسود أعلنت روسيا الأربعاء مسؤوليتها عن تدمير سفينة الانزال يوري أوليفرينكو في أوديسا جنوبي أوكرانيا وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية لا تزال في الخدمة نتيجة لضربات أسلحة عالية الدقة شنتها القوات على منطقة رسو سفن عسكرية في ميناء أوديسا في 29 ماي دمرت آخر سفينة حربية أوكرانية في الخدمة يوري أوليفرينكو بضربة عالية الدقة أطلقتها القوات الجوية الروسية على القاعدة البحرية في ميناء أوديسا إلى أخبار الرياضة الآن حيث كشف النخب والجزائري جمال بالماضي عن قائمة المنتخب الجزائري المعنية بتربص جوان المقبل الذي يسبق مواجهتي أغندا وتونس وعرفت القائمة تواجد نجم ليون حسام عوار وحماد عبداللي لعب أنجل فرنسي إلى جانب مهاجم اتحاد العاصمة أيمن محيوس كما عرفت القائمة استدعاء حالس اتحاد العاصمة بن بوط في حين عاد قائد لهافر الفرنسي فيكتور لكحل إلى المنتخب بالإضافة إلى المهاجم سعيد بن رحمل متألق مؤخرا مع ويست هام الإنجليزي كما شهدت القائمة عودة هيثم الوصيف هو الآخر الذي تألق مؤخرا مع فريق اتحاد العاصمة استضافت الجزائر الدورة الدولية الثانية لأسبوع الدراجات النارية بمشاركة أزيد من ألف ومائتي متسابق قدموا من بلدان مختلفة الحدث الرياضي البارز بأبعاده الاجتماعية والسياحية يهدف إلى تلميع سمعة الدراجين والترويج لرياضات الميكانيكية من موكب متسلسل ومنتظم انبعثت أصوات محركة أجود وأحسن الدراجات النارية من شوارع الجزائر العاصمة معلنة عن وصول أزيد من ألف ومائتي مشاركين في دورة الثانية لأسبوع الدراجات بالجزائر من ولاية تيبازا مرورا بجوهرة الغرب الجزائري وهران وصولا إلى العاصمة برز الحدث الرياضي بأبعاده الاجتماعية والسياحية الذي يهدف إلى الترويج بالرياضات الميكانيكية وإظهار البؤد السياحي للبلد بالإضافة إلى تحسين صورة الدراجين لدى عامة النار الهدف الأول هو تغيير النظر إلى سائق الدراجة النارية والثاني هو ضمان السلامة على الطرقات بحث الدراجين على احترام قانون المرور وارتداء بزة الدراج والثالث هو اكتشاف المناظر الطبيعية الجميلة التي تزخر بها الجزائر والترحيب الذي تقدمه للأجانب الشوارع الممتلئة بالمتسابقين كانت فرصة مميزة تستهوي أصحاب الميول لسرعة وبئة تجمعهم بالدراجين لأخذ صور تذكارية واستطلاع البطاقات الفنية لكل دراجة على حدة بوجود مشاركين من مختلف البلد بعد أن ضمن الحدث مسابقات وسبقات وموكبا زينته ألوان الدراجات أول حاجة أنه نظهر لكل العالم العربي وكل الناس أنه سايقين الدراجات النارية ناس مسالمين ناس يتمنوا الخير للكل ناس يعني ما عندهم أي مشاكل بإذن الله اللهم أنه بيستمتعوا وبيحاولوا يعطوا انطباع جميل للناس اللي حولينهم أول هذا الهدف الرئيسي لأنه نحن أول مرة ندخلوا للجزائر والحمد لله وصلنا إلى الولاية جبازة طبيعة بسم الله ما شاء الله ناس كريمة شعب نضياف شعب رحبين بصدور عارية والحمد لله يعني بين سرعة والحمد سر يجعل من الرياضة محل اهتمام كبير وفرصة لتلميع الصورة في حدث أقل ما يقال عنه إنه فريد من نوعه بحق انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة